نهارة المباركة حلوة بجانب الأمور الفنية في العلاقة بين اللاعبين والروح الحلوة اللي كانت بين اللاعبين في أرض الملعب لا أزمة ولا مشكلة ولا استفزاز ولا حركة كده ولا حركة كده والحاجات اللي شفتناها شوية حتى في مباركة السورة الأفريقي نهارة كل حاجة كانت مثالية تتطفق أم تختلف؟ هتتطفق في المجمل وأختلف في حتة صغيرة كان عندي لقطتين وقفوني قوي في بداية المباركة معناها شوقتها عرض واحدة من الثلاثة اللقطة الأولانية كانت لقطت تزيزو حصل مشادة ما بين ناصر منسي ويسر إبراهيم الراجل منتهى الخبرة والوقت مشدود منتهى الهدوء راح اتكلم مع ياسر إبراهيم وبراحة جداً وامور هادية رغم أن الموتش متوتر والنتيجة صفر صفر والنتيجة مشدودة والجمهورة على عصابه واللعبين المفروضة على عصابها منتهى الهدوء راح اتكلم مع ياسر هدى ياسر واعتظر له وكلم مع ناصر أنه يبعد وأن الأمور بسيطة وأن الشكل العام لطيف وحلو بلاش منه بعد المباراة على طول لقطة مهمة جداً ولعبت الأهلي وقفها ممرة شرفي بالكامل بنتالح ترام والتقدير وقف معهم كابت محمد رمضان لنادي الزمالك في خروجه وهو بيستلم المديلئة لكن كالعادة شي كبالة مش عاركوا عايزين أنا نفس هو حد يقوله أو هو يقول لحد هو عايزين هو ليه دايماً ليه دايماً أعمل مشكلة ليه دايماً أنا لعيب كبير زيزو لعيب أصغر منك سناً لعيب أصغر منك سناً بلم يعني روما كانش زيزو ما كانش طرف في المشكلة اللي ما بين ناصر منسي وما بين نياسر لم اللعيبة وقفة بمنتهى الاحترام واللعيبة بتلعبت زمالك استلمت المديلات في هدوء والأمور كلها شكلها حلو في لقطة أركز عليها المخرج في المباراة أكتر من مرة جمهور أهلي قاعد جنب جمهور زمالك دي لقطة دي لقطة بعد المباراة تفسد شكل عظيم وشكل حلو وشكل عمريتكلم في مشاكل بقالنا كم يوم زهقتنا هي القرى بتعمل عشان كده أو بص لعيبت ميلي بقى لرايح ميلي رايح له بعد الخناقة والسورة اللي فاتت دي ميلي رايح له كلهم لعيبت نادي الأهل عمر الكمال عمر السلية بصفة شبير حمز علاء كلهم رايحل مالهاش لازمة فن بتاعنادي الزمالك واقف حواليه مفيش مشكلة ليه مصمم تعمل مشكلة ليه مصمم الصورة الحلوة دي لازم يبقى فيها راتش بايز لازم يبقى فيها مشكلة تعمل في مشكلة شكبالة ايه تاريخان مساءات بيعمل لقطات حلوة جدا جدا وفيها رجولة وفيها روح رياضية وفيها حاجات عظيمة ولقطات زي كده بيرش التراب على مشهد عظيم جدا هو أنا أتصور شكبالة بشخصيته بإنه بناء آدم طي أنا وقية نظر اللي هو انفعالاته في كثير من الأحيان مش محسوبة مش مدي له عزر طبعا أكيد أخطأ خطأ كبير عشان كنت لسه لأنا كنت بكلمك عروح رياضية طبعا وأن الدنيا النهار ده حلوة طبعا بس اللقطة دي أكيد مرفوضة أنا عندي بس تعليق بسيط هو الشكبالة بقى له فترة كبيرة جدا مفيش أي مشاكل ولا فيه أي نوش ما بينه وبين جمهور النادي الأهلي بس أنا بشوف أن جزء من الانفعال ده أنه هو حس أن ضربة الجزاء اللي ضياحها ضربة الجزاء الحاسمة لما خد الكورة ودخل الشطاء لأن أنا أنا متأكد أن الشكبالة ما كانش هو الله يشوت بس هو أنت عارف برضو دايماً بيسيبه اللعيب الكبير في الآخر في الضربة الخامسة زيزو صلاح مع المنتخب فهو خد الكورة علشان خطر هو اللي يجيب راكلة الجزاء الحاسبة فالمحمد شنايو تصدى لها فهو أنا حاس أن ده ضغطو جداً 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 فبعد المبرى على فكرة أنا أعتقد اللي كان بيجري وراء ده ممكن يكون كان إمام لأن ده كان لعين من ما كان بيجري ورام ربيعة لا لا الرام ربيعة بيخش يحوش لا 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 كان بيجري ورام ربيعة أنا شفت الفيديو لا لا ما أقولك اللي كان بي لا 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 في لاحيب كان في الأ EVA ولا يتحدث رايح يجري وراشا قبالك الروم ربيع